حد علمي أنها أول سيدة ترأس برلماناً عربياً وقد وجدت فيها الكفاءة وشيء مفرح جداً أن تكون امرأة بهذا المستوى سيدة بهذا المستوى وعلى مستوى عالي من الفهم والثقافة وأنا قلت أنه في السبعينات في أول السبعينات عندما كنت على مقاعد الدراسة في الجامعة في بيروت كان لزملاء من البحرين ذكوراً وإناثاً وهذا يدل على تطور النفسية البحرينية تجاه المرأة وأيضاً نحن في الأردن دائماً بنمكن المرأة فأنا كنت وزير عدل في الستة وتسعين وفي السبع وتسعين في بلدي في الأردن وعينت أول قاضية من السيدات في سلك القضاء لم يكن قبلها أي سيدة في سلك القضاء وقد أصبحت قاضياً دولياً في المحكمة الدولية فيما بعد ثم أصبحت الآن في هذا الوقت اختارها جلالة الملك لتكون أضوان وقاضياً في المحكمة الدستورية وأنا أعتز وأفتخر بذلك يعني المرأة هي جزء مننا المرأة هي الزوجة هي الأم هي الأخت هي العمّة هي الخالة هي يعني حقيقةً ما بدي أقول نصف المجتمع وفقط إنما هي نصف فاعل في المجتمع ترجمة نانسي قنقر